أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موما كان عليها فلوس لوحدة والوحدة دي تؤفت ممكن تطلعها صدق على روحها ولا تديع لأولادها مع أن أولادها ما كانوش كويسين معها لا تديع لأولادها لأن الفلوس دي اللي كان الدين تحولت إلى ما يسمى انتقلت إليهم بالخلافة خلافوها في هذا المال فأصبح الدين اللي على والدتك ده حق لهذه المرأة ولابد الحق ده يرده إلى أهلي وبما أني هي يدها زالت من على المال إيديها زالت من على المال اللي لا عندها بل زالت من على المال اللي عندها يبقى إيه اللي حاصل يبقى ينتقل هذا المال إلى ورستها بما يسميه الفقهاء الخلافة فهم خلفوها في ملك هذا المال وبالمناسبة في قاعدة بحب أولى للناس إن فسقه لا يمنعه من حقه حتى لو كان الشخص ده فاسق حتى لو كان الشخص ده مؤذي ما يمنعه وش من حقه ده حتى ورد في الأثر أنه حد تصدق عليه فأعطيت الصدقة وكان غنيا فقال فلما أعطيت الصدقة اليوم لغنيه ومرة أعطيت الصدقة لعاهر ومرة أعطيت الصدقة للنص فلما عادوا وسألوا قال لربما الغني دفعه هذا إلى ماذا إلى أن لا يبخل وأن يتصدق طب العاهرة لعلها تتعفف بها طب السارق لعله يستغني بذلك عن السارق فلا احنا نعطي المال للناس احنا من نجدعه الذي قسم هذا المال والذي يتصرف في هذا المال الله فلذلك المال ده يكون لأولادها نعم ومش من حقنا أن احنا نتصرف في هذا المال ولو أخرجنا المال ده على روحها نكون علينا أن احنا نضمن هذا المال ونعطيه لأولادها السؤال الثاني بيقول لي